أهلا بكل مشتركين ومتابعين قناة عربيت مشاكل كهرباء السيارة كثيرة وقد تتعجب أن أي مشكلة في كهرباء السيارة قد تكون بسبب كابل الأرض الذي يقوم بوظيفة أساسية وضرورية في السيارة فهو ببساطة يزيل الكهرباء الزائدة في حالة وجود طفرة كهربائي أو ماس كهربائي في المحارج كما تحتاج الدقارة كهربائية إلى تقريب جيد لتعمل بشكل صحيح وكل جهاز كهربائي في السيارة يحتاج إلى طرفي الكهرباء وهما الموجب والسال وبالطبع الأجهزة الكهربائية في السيارة كثيرة زي المارش أو السيلف والدينمو والمراوح والبخخات وكمبيوتر السيارة والإضاءة ونظام الإشعال وغير ذلك عادة في تصميم السيارة يتم وصل الكابل الأرضي أو سالب البطارية إلى مكانين وهم جسم السيارة وذلك عن طريق كابل زو مواصفات معينة يتم توصيله من البطارية إلى هيكل السيارة والمكان الثاني هو جسم المحرك أيضا عن طريق كابل من سالب البطارية وبالتالي يتم توصيل العناصر والأجهزة الكهربائية بالسيارة بالقطب الموجب للبطارية مباشرة والطرف السالب أو الأرضي من هيكل السيارة أو جسم المحرك وذلك بهدف توفير أسلاك لا داعي منها ستجعل العمل في كهرباء السيارة أمر شديد التعقيد بالإضافة إلى ضرورة وجود تقريض جيد للدوائر الكهربائي فحدوث تلف في كابل الأرضي قد يسبب العديد من الأعطال في كهرباء السيارة وأول عرض معنا هيكون ضعفة في الأنوار فمع مرور الوقت يضعف الكابل الأرضي فيسبب مقاومة للمصابيح الأمامية لذلك بالرغم من تركيب أنوار أصلية ولكن ستجدها خافتة ونفس الحال لنور العدادات والسبب يرجع لضعف الكابل الأرضي والتاني عرض هيكون تقطيع في السرعة البطيئة وقد تتعجب أن كابل الأرضي قد يكون سببا في ذلك ولكن كافة المنظومة الكهربائية في السيارة تحتاج إلى الكابل الأرضي بشكل أساسي ولذلك إذا كانت العربية بتنتش أو بتقطع على سرعة التباطق ولا يوجد سبب ميكانيكي واضح فيكون الشك في الكابل الأرضي أما رقم ثلاثة فهو أحمرار مصورة العادم أو الشكمان فإذا كان الشكمان غير مزدود ولا يوجد به مشكلة فقد يكون السبب في ذلك الأحمرار هو تلف بالكابل الأرضي أما رقم أربعة فهو عدم شحن البطارية بشكل صحيح فإذا لم يتم شحن بطاريتك بالكامل ولكن المولد أو الدنمو يعمل بشكل جيد فقد تكون المشكلة في الكابل الأرضي ومع ذلك يمكن أن يكون السبب العديد من العوامل مثل قدم البطارية او اقتراب انتهاء عمران الافتراضي وايضا في حال التفريغ البطارية والسيارة لا تعمل بدون سبب واضح اما رقم 5 فهو ضعف الفولتية فانخفاض فرق الجهد الكهربائي في السيارة يعد علامة لضعف الكابل الارضي وهنا نحتاج لفحص فولتية البطارية باستخدام جهاز الافو ميت للتحقق من هذه المشكلة فاذا كانت البطارية في حالة جيدة فيجب ان تلتقط حوالي 12.6 فولت واذا كانت القراءة منخفضة فهذه علامة على ان البطارية لا تشعر وقد يرجع ذلك ايضا الى وجود تلف في السيك الارضي ورقم 6 مشاكل في بدء تشغيل السيارة حيث يحتاج نظام بدء التشغيل الى كهرباء كافية واذا لم تصل اليه فلا يمكن تشغيل السيارة مع العلم ان هناك العديد من الاسباب التي قد تؤدي الى حدوث ذلك لذا قم باجراء فحص اساسي للوقود والبطارية والسيك الارضي اما رقم 7 فهو ارتفاع في درجة حرارة السيارة فاذا حدث ارتفاع الحرارة دون سبب واضح ومبرر لذلك فقد يكون تلف كابل الارضي سببا في سخون السيارة بشكل غير معتال ورقم 8 ظهور التلف على الكابل فيجب فحص كابل الارضي والنظر الى حالاته بشكل دوري كل سلاسة شهور مثلا او كلما قمت بتغيير الزيت والتأكد من سلامته وتوصيله بشكل جاي ورقم 9 هو وجود تشويش في الراديو حيث يعتبر تشويش الراديو او المسجل من اعراض تلف او وجود مشكلة في توصيلات الكابل الارضي وكده نكون تكلمنا عن اهم 9 اعراض ممكن تظهر معاك بسبب تلف الكابل الارضي فلو شايف الفيديو مفيد ما تنساش تدعم القناة بلايك وتشارك الفيديو مع كل صحابك وتشترك في قناة عربيتي علشان يوصلك كل جديد اشترك في قناة عربيتي